نعم مشاهدين الكرام ومتابعة للأوضاع السياسية في العراق ينضم إلينا من بغداد عبر الأقمار الاصطناعية الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور محمد نعنع السيدي مرحبا بك في نشرته الواحدة من زاقروز بداية برأيك من يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي اليوم الذي تعاني منه العملية السياسية في العراق نعم مساء الخير شكرا جزيلا تحياتي لكم جميعا تحية لك يعني خلال الأيام فتحددنا بالتحديد وهو ما نحتاج إليه أن يكون هناك تحديد لمن يؤخر تشكيل الحكومة من يضع العصيف في عجلة تشكيل الحكومة ونحن أحوج ما نكون إلى أن نحدد بالأسماء بالوقائع بالمدد الدستورية طبعنا أن نحدد أن سياسيا الإطار التنسيقي ومن يدور في فلكه هو المسؤول عن عرقلة سياسية كبيرة جدا لجهود تشكيل الحكومة سواء كانت بشكل التحالف الثلاثي يريده مثل الديمقراطي الكردستاني التيار الصدري وتحالف السيادة أو تقدم وعزم فامتدت الكثير من المفاوضات لتشكيل حكومة أغلبية وطنية ويتم عرقلتها بشكل واضح بغض النظر عن ملاحظاتنا عن أن هي بالفعل حكومة أغلبية وطنية أم لا أما بالنسبة للمسار القانوني فأعتقد أن في بعض قرارات المحكمة الاتحادية تعمدا لإضفاء صبغة سياسية على قراراتها وبالتالي نرى أن هناك جنوحا لأن المحكمة الاتحادية تتدخل في الأمور السياسية ليس لصالح أطراف سياسية معينة وإنما لإبقاء صبغة سياسية للعملية السياسية أو لتشكيل الحكومة وهي التوافقية وبالتأكيد يعني الإطار التنسيقي السياسي على المحكمة الاتحادية في بعض قراراتها ساهمت مساهمة كبيرة والسلبية في عدم تشكيل الحكومة بشكل مباكر أكرر الترحيب بكامرة أخرى سيدي العزيز إذن الإطار ساهم بعرقلة تشكيل الحكومة طيلة هذه المدة وأيضا المحكمة الاتحادية يعني أفهم من كلامك إنها شاركت بقراراتها الأخيرة بزيادة هذه العرقلة وصنع إشكالات بين فرقاء العملية السياسية يعني هي كانت طرف في ذلك أم لا هي لم تكن لصالح طرف معين ولكن قراراتها صبت في صالح أطراف معينة وساهمت في تأخير تشكيل الحكومة كانت تحالف الثلاثي مثلا ماضا في عملية عقد الجلسة التي يتم اختيار فيها رئيس الجمهورية وجاء بيان تفسير المحكمة الاتحادية للفقرة المتعلقة بجلسة اختيار رئيس الجمهورية وقررت أنه الثلاثين هي نصاب الجلسة هذا لم يكن موجودا فبالتأكيد التحالف الثلاثي لم يكن في وارد حساباته أن يحصل على 218 مقعد يتفاهم معهم ويتفق معهم لأن هنا تنكسر الركيزة الأساسية للأغلبية وهي أنه لا بد أن يقنع 218 نائبا للحضور ومن ثم منهم يختار رئيس الجمهورية بهم يختار رئيس الجمهورية وهذا عقد الموضوع بشكل كبير جدا وأبعدنا عن أن تكون هناك حكومة أغلبية فلذلك أجلت الكتل الكبيرة التحالف الثلاثي عقد هذه الجلسة لأن قرار المحكمة الاتحادية جاء يفرض أن النصاب لا بد أن يكون بالثلاثين وهذا ما استفادت منه أطراف مثل أطراف الإطار التي قبل أيام من عقد الجلسة لاختيار رئيس الجمهورية وقبل أيام من قرار المحكمة الاتحادية كانت قد نزعت النفس الأخير وتهالك هذا الإطار وأصبح غير لا يقوى على أن ينافس التحالف الثلاثي ولكن جرعة إنعاش جاءته بسبب قرار المحكمة الاتحادية وبهذا القرار تراجع منسوب التفاوضات منسوب أو معدل السير الحديث لتشكيل الحكومة ونحن لحد هذه اللحظة بسبب عدم عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية دخلنا في خرق دستوري ثم تبعه خرق دستوري آخر وهو فتح المجال الترشيح ثم الطعن بالمرشحين طيب دكتور محمد نعلم جميعا إصرار السيد مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية سؤالي هنا إصرار السيد مقتدى الصدر على ملاحقة المالك قضائيا وفتح الملفات المتهم بها إلى ماذا تشير برأيك نعم بالفعل يعني ما لا يخفى أنه الصدر بالفعل ماضن بفتح الملفات لأن الحكومة التي يريدها حكومة أغلبية وطنية والشعار الذي يرفعه هو الإصلاح لا بد أن يكون هناك فتح ملفات وبدون فتح الملفات وإشراك الجميع لا يحصل شيئا من مخرجات لشعار الصدر ومشروعه في الأغلبية الوطنية والإصلاح نعم المالك هو الأقرب إلى فتح ملفاته سواء فيما يتعلق بالفشل الذريع في الجوانب الأمنية سقوط الموصل وغيرها أو في مجال الفساد المالي والإداري وممكن تمتد هذه الدائرة دائرة فتح الملفات إلى دوائر أخرى سواء مقربة من المالكي أو بعيدة عن المالكي لا علاقة لها بالمالكي ولكن عموما نحن نحتاج إلى فتح الكثير من الملفات لتسوية أمور فيها فساد كبير وفيها فشل كبير تسبب بانتكاس لبناء مؤسسات الدولة وجنحنا إلى حالات ميليشياوية وفصائلية تتحكم بالدولة وهذا ما هو أخطر شيء على مستقبل بناء الدولة العراقية واستقرار الواضع نتذكر كلام السيد الصدر قبل النتائج نتائج الانتخابات كان هناك تحذير بأن الحكومة القادمة وحتى بعد ظهور النتائج لا بد أن تكون حكومة أغلبية وطنية ولا مكان لمن عليهم شبهات فساد أو ملفات أضرت بالصالح العام يعني قادة الإطار التنسيقي المتهمون بعدد من الملفات يعني إلى أي مدى ممكن أن يظلوا متمسكين بدعم بعضهم البعض لحماية أنفسهم من الملاحقات القضائية يعني هو الصدر استطاع أن يضغط بفترة طويلة جدا على الإطار التنسيقي وحصل في لحظة من اللحظات أنه استمال جزء منهم وتحديدا العامري وبدر وآخرين ضمن الإطار ولكن قرار المحكمة الاتحادية أنعشهم وأيضا بعض الجهود الخارجية أنعشتهم وأبقتهم يقاومون وأبقتهم يعني مصرين على اندماجهم داخل إطار التنسيقي ولكن قريبا سوف يكون هناك تشتت آخر من نوع آخر مع إصرار الصدر وحلفاء على حكومة أغلبية ولا بد من وجود معارضة وأن الإصلاح لا بد أن يأخذ طريقة يعني هنا لا بد أن نشير إلى مسألتين مهمتين أن حكومة الأغلبية الوطنية هي غير مرضية للكثير من الأطراف ليس فقط الإطار التنسيقي بل أنهم مختطفين بعض المستقلين بعض من كانوا في الحكومة السابقة وحتى بعض في الحكومة الحالية وهذا نقطة تقويهم وتعطيهم نفس بالمطاولة بأنه إذا لم يشاركوا جميعهم يشارك جزء مهم منهم فيحميهم من داخل الحكومة وهذا ما يعولون عليه هذه مسألة مهمة المسألة الأخرى أيضا يعولون على التوازنات الإقليمية في ظل مجموعة تقلبات دولية وإقليمية وحتى الحرب الآن الجارية بين روسيا وأوكرانيا أو الغزو الروسي لأوكرانيا أيضا تؤثر على ملفات مثل ملف البرنامج النووي الإيراني وغيرها هدتم التصريحات الإيرانية كيف أنها ليست منسجمة مع روسيا رغم أن روسيا حليف مهم جدا لإيران ولكنها تتخلى عن دعم مباشر لروسيا يعني قبل أن ننتقل إلى مسألة دول الجوار وتأثيراتها نعم قبل أن ننتقل إلى دول الجوار وتأثيراتها أفهم من كلامك هناك إمكانية بأن يتفكك الإطار إذا ما تم ملاحقة أحد قادته سيتخلون عنها وهذا وارد جدا وكما قلت قبل قليل وأعمق الحديث بهذه النقطة أنه مقتلف صدر وحلفاء سطاعوا في لحظة من اللحظات أن يكسروا الإطار التنسيقي وأن يستميلون جزء منه وأن يكسبوا من داخل الإطار مواقف إيجابية للتحالف الثلاثي ولمسار الأغلبية ولكن يعني أنعشتهم بعض القرارات وبعض التحركات ولكن بقية في الأمر بقية يعني الضغط عليهم إذا كان الضغط على التحالف الثلاثي بأنه صعب أن يتجذب 218 نائب لجلسة اختيار رئيس الجمهورية إذا كان محرج مرة هذا التحالف يعني مقتدى صدر وحلفاء فالإطار التنسيقي محرج مرتين بسبب أنه يريد أن يشارك في حكومة هو يعني ليس على توافق مع أطرافها مع كل أطرافها مع الديمقراطي الكردستاني مع كذلك حتى السنة تقدم وعزم ومع بالأساس مقتدى الصدر فإذا كان محرج من التحالف الثلاثي مرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة فالإطار التنسيقي محرج أكثر بسبب التوافق أنه يريد أن يجرح للتوافق والتوافق مرفوض بسبب أنه لا يريد فتح ملفات الفساد والناس تطالب بفتح ملفات الفساد بسبب المسائلة عن أن هذا الإطار حكم تقريبا بنسبة كبيرة جدا الوضع العراقي ولم يحقق شيء كل هذا يتم تسائل عنه يوميا وإذا كان المسار الأغلبية الوطنية محرج مرة واحدة فإطار التنسيقي محرج بشكل كبير جدا مرات عديدة فعليه ضغط كبير جدا ومن الممكن أن يتفكك لصالح تشكيل حكومة أو أن منه طرف يتفكك ويجنح إلى أن يشارك في الحكومة حفاظا على مصالحه وعلى مواقعه في السلطة التنفيذية طيب ضيفي العزيزة الدكتور محمد نعناع السيد الصدر وغيره من التحالف الثلاثية تحدثون عن خططهم في دمج الحشد بالقوات الأمنية ولكننا لم نسمع من خلال بياناتهم وتغريداتهم إمكانية ملاحقة قادة الفصائل بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وهي خيانة عظمى كما تعلم ما تعليقك؟ نعم هنا نحتاج إلى تفعيل مسارين مسار الإدعاء العام داخليا وأن يتوجه الإدعاء العام إلى كل من لا يكون منسجما مع مؤسسات الدولة وهذا في جانب الفساد وفي جانب الإداري وفي جانب الفشل السياسي والفشل الإداري وأن نفعل مسارا آخر وهو مسار جهاز المخابرات الوطني لكي يهيئ ملفات عن كل هؤلاء الذين يرتبطون بإرادات خارجية من أجل عرقلة الجهود الداخلية لبناء المؤسسات وبناء الدولة والحقيقة نرى ضعفا كبيرا جدا في المسارين في مسار الإدعاء العام للقضايا الداخلية وفي مسار عمل جهاز المخابرات الوطني في القضايا الخارجية وهذا يجب أن لا يستمر يجب أن يكون هناك تصاعدا نسقيا سواء هرميا أو أفقيا لضبط مسارات القوى السياسية التي تأكل من خيرات العراق ومخرجات أعمالها ليس للعراق وإنما لإرادات خارجية سواء جوارية فيما تعلق بإيران أو غيرها أو حتى لإرادات دولية كبيرة جدا مثل الولايات المتحدة أو غيرها يجب أن يكون هناك تفعيل لهذه المسارات مسارات الإدعاء العام القضائي والجهاز المخابرات الوطني وهذا ما لمسنا تحركا فيه نسبيا ولكنه غير فعال بالدرجة التي فعالية هذه الأطراف أطراف الإطار التنسيقي والقوى المرتبطة به والفصائل والميليشيات سيد العزيز المتابع للعملية السياسية في العراق وسير تشكيل الحكومات السابقة كان دائما ما يجد ضغوطات خارجية بكيفية تشكيل حكومة لكن هذه المرة سجل البعض أن الضغوطات الخارجية فقدت بوصلتها ولم تعد مؤثرة كما كانت عليه في الدورات السابقة يعني ما مدى دقة هذا التحليل برأيك؟ نعم بالفعل وأستطيع أن أركز نقطة مهمة جدا لم يتم الحديث عنها كثيرا أن الإرادات الدولية التدخلات الخارجية تحديدا التدخلات الإيرانية تراجعت بشكل كبير جدا على مستويين كانت التدخلات الإيرانية تدخل في جميع الأطراف السياسية كان هناك تدخل إيراني على الكرد وتعرفون على من يتدخلون وكانوا يتدخلون على السنة ويتدخلون على الشيعة الآن انحصر التدخل الإيراني بشكل كبير جدا وهنا مستوى مهم جدا أيضا كانوا يتدخلون بشكل شامل يعني بشكل على كل الأصعدة يعني في الإيرانيين تحديدا طبعا ولا يعدم تدخلات خارجي أخرى ولكن نتحدث عن التدخل الأكثر فاعلية والتدخل المزمن المستمر يعني في كل دورة لتشكيل الحكومة أو في القرارات المصيرية للدولة العراقية والحكومة العراقية كانوا يتدخلون في الجوانب جميعا في الجوانب السياسية أولا في الجوانب الاقتصادية الثقافية في الجوانب الايديولوجية يسيرون مجموعات عراقية وحتى يسيرون الحكومة العراقية وصل الأمر إلى أن إيران تسير مكتب رئيس الوزراء في وقت عادل عبد المهدي وهذا خف بشكل كبير جدا انحصر التأثير الشمولي أو الشامل وانحصر في أن أطراف معينة تتدخل فيها إيران وتتدخل في عملية تشكيل الحكومة وفقدت الكثير من فعاليتها وأيضا أضيف مسألة مهمة جدا كان لدور جنرال سليماني دورا أكثر من جنرال قاءاني حاليا وهذا يعني لابد أن يثمر في المرحلة المقبلة قوة للدولة العراقية والفعاليات السياسية الوطنية نعم الحديث يطول حول هذا الملف لكن هذا ما يسمح به في وقت نشرة من بغداد الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور محمد نعناع شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر